السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا شباب عاملين ايه? اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال واتم صحة واهلا بكم في احدى حلقات مجنون يونايتد اللي بنتكلم فيها عن منشستر يونايتد والحاجات الخاصة بيه. والنهاردة هنتكلم عن مباراة الاولى بالنسبة لمنشستر يونايتد في الدور الانجليزي الممتاز قصاد كريستال بلاس. فيالله بينا نخش سريعا في الحلقة. في البداية كده وقبل ما نخش على التشكيل وكيفية سير المباراة وايه المتوقع من منشستر يونايتد في المباراة دي ففيه شوية احصائيات لازم اقولهم لك كده على السريع. اول احصائية بتقولك انه في اخر تسعتاشر مباراة ما بين منشستر يونايتد وكريستال بلاس منشستر يونايتد لم يهزم في تمنتاشر مباراة منها وانما اخر مباراة كانت على الاولد ترافورد في الدور الانجليزي الممتاز السنة اللي فاتت قدر كريستال بلاس انه هو يفوز فيها اثنين مقابل واحد. من الاحصائيات برضو ان منشستر يونايتد في اخر تمام ماتشاط ليه في الدور الانجليزي الممتاز استطاع في سبعة منهم انه يسجل هدفين في المباراة. وكمان منشستر يونايتد في اخر اربعتاشر مباراة في الدور الانجليزي الممتاز لم يتلقى اي هزيمة. اما على الناحية التانية فسجل كريستال بلاس في الاوي سجل غير مشرف جدا. فاخر اربع ماتشاط بالنسبة لكريستال بلاس كان فيهم هو اضيف او بيلعب اوي. ما اقدرش انه هو يحقق اي فوز. ما اقدرش انه حتى بالمرة انه هو يسجل اي اهداف. بل انه تلقى فيهم جميعا هزيمة. طبعا الاحصائيات دي وان دلت على شيء فبتدل على ان كافة منشستر رونايتد هي الاعلى وهو الاقرب للفوز. لكن انا تعودنا في الدور الانجليزي الممتاز ان الفريق الاضعف ممكن بكل بساطة يقلب عليك الطاولة ويتفوق عليك في عقر دارك وكريستال بلاس عملها السنة اللي فاتت اصاد نفس الفريق اصاد منشستر رونايتد على ملعب اولد رافور. بعد ما قولنا شوية الاحصائيات اللي عندنا خلينا نخش على تشكيل مانشستر رونايتد المتوقع من جانب اولي جولنر سولشار. التشكيل هو كالاتي دي خيا وشو وماجواير ولندلوف وان بيساكا وقدامهم ماتتش وفاندي بيك وقدامهم بيلعب كل من برونو ومارسيال ودانيال جيمز وراشفورد. مع بعض التحفزات ان احنا ممكن نشوف مكان وان بيساكا اللي ما شاركش في فترة الاعداد بتاعت مانشستر ولا في التدريبات اللي فاتت ولسه راجع ان احنا ممكن نشوف مكان ويليامز. اما بالنسبة الماتتش فاحنا ممكن بكل سهولة نشوف مكانه برضو مكتو من اي بيشارك. وطبعا بوكبة مش هيشارك في المباراة دي في الاغلب لان الراجل راجع من اصابة بالكورونا بعد ما كان في المنتخب. فغالبا حيريح المباراة دي وحنشوف صفقة منشستر رونايتد لأول مرة بتلعب رسميا فاندي بيك بيلعب في مباراة كريستال بلس. المتوقع طبعا ان منشستر رونايتد هيسيطر على المباراة لكن ده ما يمنعش ان كريستال بلس ممكن نشوف منه هجمات مرتدة تكون صعبة جدا على دفاع منشستر رونايتد اللي احنا عارفينه من الموسم اللي فات ان هو دفاع هاش نوعا ما ومحتاج كان يقوى في الموسم الحالي. سيطرة من منشستر رونايتد واتمنى اني ما اشوفش فاندي بيك بيلعب في مركز ستة او مركز الارتكاز الدفاعي كمركز بحث. فاندي بيك كان متعود في الايكس انه بيبادل المركز ده مع لعيب اخر او بمعنى صح بنشوف ان فاندي بيك بيكون بوكس تو بوكس وميال ناحية الهجوم اكتر. فاندي بيك حيفيد برونو فرناندز لان فاندي بيك بيحب الكورة السريعة والباصة واللمسة والجارية في المساحة وده اللي يتعود عليه مع اياكس وده برضو اللي بيحب برونو بنشوف ان قدراته بتطلع لما بيكون حد جنبه بيشغل كده برونو ويتحرك معاه دايما فاعتقد ان السنائي دول هيكونوا مع بعض في اول مباراة خطورة كبيرة جدا على كريستال بلس. اما الناحية الاخطر بالنسبة لمنشستر رونايتد فاعتقد انها هي حتكون الناحية الشمال اللي همتواجد فيها راشفورد وده لاني دانيال جيمز الناحية التانية بيحتاج مساحات يجري فيها وده مش حيكون موجود ابدا قصاد كريستال بلس اللي حيكون متكتل دفاعيا وبيعتمد على الهجمة المرتدة وبيعتمد على اللاعب الوحيد اللي عنده اللي يعتبر قوي جدا وهو زاهة. زاهة اللي بيقدم مستويات كبيرة جدا وده راجع لاني زاهة من الاخر كده خلاص. انا تعبت من كريستال بلس وعايز امشي يا جدعان انا بقدي اهو اي فرقة تكتشفني ولا اي فرقة تاخدني وفيه كلام ان فيرتون ممكن يتعاقد مع زاهة. بس ما اعتقدش ان هو لو راح افيرتون هيكون كلاعب اساسي وانما ممكن يكون تبديل بالنسبة لريتشارلسون. المباراة على الورق سهلة بالنسبة لمنشستر رينايتد. واتمنى من قولي جولي ان رسول شاير ما يعملش حساب زيادة كده لكريستال بلس ويديهم اكبر من حقهم ويصعب المباراة عليه. خش بقوطك كاملة وحاول تنهي المباراة من البداية بهدف والتاني او من الشوت الاول على الاقل عشان تقدر تريح لعبتك وترتاح انت في بقية المباراة. ثاني حاجة عايزها من قولي جولي نرسول شاير انه يحط كريستال على مقاعد البودلاء. ليه يحط كريستال على مقاعد البودلاء? المفترض انه حاليا فيه تفاوض ما بين روما وما بين منشستر رينايتد على كريستال ومنشستر رينايتد طالب عشرين مليون. اما عمك روما بقى فاعارض اتنين مليون اعارة مع الزمية الشراء بتسعة مليون. يعني الفرق بينهم بيتكلموا في تسعة مليون. فرق ما بين النادين. لما انت تدي رسالة لروما ان اللاعب ده انا ممكن اعتمد عليه وان هو يكون البديل الاول للدفاع بتاعي. ولو كمان المطش استريح معاك وقدرت ان انت تحط جنين او تلاتة تبدل مجواير اللي تعب الموسم اللي فات كله وهو بيلعب معاك كل المطشاط او حتى تنزله مكان لندلوف وتجرب ان يكون فيه سنائية ما بين ماجواير وما بين اسمولنج اللي هي غالبا ممكن تكون موجودة في المنتخب باسهل سهولة في اليورو القادم. فاتنزله بحيث ان انت تدي اشارة للروما. يا جماعة انا باعتمد على اللاعب اهو وجاي منه وتدي اشارة للعب ان انت ممكن يبقى لك دور مع مانشستر رينايتد. ده سيجعل السعر بتاع اسمولنج يعلى شوية وممكن تجيب فلوس اكتر من روما. كمان لو اللاعب قعد معاك هتقدر ان انت تحجمه بان انت اهو انت الخيار الاول بالنسبة لي في التبديل بالنسبة للدفاع. لكن الاحسن بالنسبة لي واللي شايفه بالنسبة لسمولنج ان انت تعرضه على اي فريق انجليزي وفيه فرق انجليزية كتير. هتطلب اسمولنج لكن هو باين ان اسمولنج طالب ود روما فقط لغير. في النهاية توقعي للمباراة دي ان هي هتشهد تقلق كل من مارسيال وبرونو فرناندز وفان دي بيك. مارسيال هيحط هدف واسست. وعندك فان دي بيك هيعمل اسست. وبرونو فرناندز هيحط هدف ومن ضربة جزاء. وحتنتهي المباراة بالنسبة لمنشستر رينايتد بالفوز بتلت اهداف مقابل هدف واحد. في النهاية اهمني اعرف توقعك بالنسبة للمباراة الاولى لمنشستر رينايتد في الدور الانجليزي الممتاز قصاد كريستال بلس. هتنتهي كام كام اكتب لي توقعك في الكومنتات. واتمنى ان تكون الحلقة دي عجبتكم. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. واشوفكم باتم حال واتم صحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.